الجنابة أيها الأحباب هي واحد الوصف واحد الحالة تكون فيها الرجل والمرأة بعد خروج المني بلذة معتادة الإنسان حين يخرج منه المني إما بالجماع أو بأي طريقة من الطرق إما النظر كي يشوف حتى أخرج منه المني أو عن طريق اللمس أو ناعس وإحتالم والقلمني في الملابس دياله سواء كان الرجل أو امرأة إذا أخرج المني بلذة وبطريقة معتادة فإننا نقول بأن هذا الشخص جنوب وبأنه يجب عليه أن يغتسل الغسل وأن يتوضأ الوضوء الأكبر كذلك الجنابة هي حالة ووصف يوصف بها الرجل والمرأة إذا جامعا ولو لم يقع إنزال يعني بمجرد الإنسان الرجل ما يدخل فرجه في فرج المرأة أو في فرج غيرها حتى ولو لم ينزل فإنه يكون جنبا إذن الشخص الجنوب هو الشخص الذي نزل منه المني بلدة بطريقة معتادة كما عند الناس هذا المني قد ينزل في حال يقاضى فيق وقف جماع ولا في مداعبة ولا شف شي حاجة ولا مس شي حاجة ولا أخرج المني بيديه ولا بأي طريقة من طرق ولا نعس وحتى لم ولقى هذا السائل المنوي في الثياب دي له في الحواء يجديره وقال يقول له جنوب كذلك الشخص الجنوب هو الشخص الذي يعني قام بإلاج فرجه ولو لم ينزل سأقول أولجه في قبول أو في ضبور أو في باهيمة في علاقة محرمة في علاقة شرعية المهم حصل منه تغييب الحاشفة يعني بقصد التلدد فإنه يسمى جنوبا إذن هذا الشخص الجنوب تغييب الحاشفة تغييب الحاشفة تغييب الحاشفة